الأسئلة التي بين يدي تتناول مطالب مختلفة قد تلتقي في بعض الجهات وقد تفترق في جهات أخرى لا أريد أن أقف عند كل سؤال لأنها كثيرة أحاول أن أجيب عن موضوعات مهمة تناولتها الأسئلة يمكن أن تجيب على مجمل الأسئلة التي هي بين يدي سوف لن أقرأ كل الأسئلة لطولها ولكن على سبيل المثال مثلاً هذه مجموعة من الأسئلة قد تخطر على بالي كل أحد أسئلة الإجابة عليها قد تكون طويلة وطويلة جداً ولذلك سأتحدث عن نقاط مهمة يمكن أن تسلط الضوء على المطالب المبهمة التي وردت في هذه الأسئلة سأقرأ عليكم مثلاً هذه الورقة وفيها مجموعة من الأسئلة السؤال الأول والذي عنونا بسؤال اجتماعي طار في أسوأ الحالات الزوجية والعلاقة الباردة والفاشلة تماماً ماذا يفضل أو ما هو الأفضل أن تكون عليه المرأة المؤمنة علماً أنه لا وجود للأطفال بينهم ويسكنون في بلد وظروف وأوضاع لا تسمح بتكوين عائلة أبداً وغير مرتاحة فيها المرأة ولا يربطها شيء في الدولة غير زوجها ما هو الأفضل أن تصبر معه وتكون أسرة كاملة من أطفال في هكذا علاقة مضطربة وبيئة ومجتمع مفتقر لأبسط أسباب العيش الكريم أم تتركه وتنفصل عنه والهذا خاضع للصبر الاختياري في الحقيقة لا أدني كيف أجيب على هذا السؤال بدقة سأجيب على السؤال في بعض الأحيان تكون الإجابة دقيقة وفي بعض الأحيان تكون الإجابة عامة سأجيب إجابة عامة لأنه في مثل هذه المشاكل ماذا أسميها العائلية أو الشخصية هناك ملابسات وهناك أمور قد لا تذكر في السؤال والذي يسأل عنها ليس ملما بها فكيف يستطيع أن يجيب إجابة دقيقة واضحة بحسب ما يبدو لي من التفاصيل التي ذكرت في السؤال إن كان ذلك على مستوى المكان الذي يعيشون فيه أو كان ذلك على مستوى العلاقة الإنسانية فيما بين الزوج والزوجة في مفروض السؤال بحسب التجارب لا أعتقد أن علاقة ستنجح في مثل ما ذكر من ملابسات وظروف في المسألة التي قرأتها عليكم قبل قليل لا أعتقد ذلك ولكنني لا أعلم بجزئيات المسألة فهذه القضية قضية ترتبط بما يدور في قلب الإنسان بما يحمله الإنسان في دواخله إن كان ذلك بخصوص الرجل أو بخصوص المرأة الذي يبدو من السؤال من خلال التفاصيل التي ذكرت لا أعتقد أن علاقة في مثل هذه الأجواء يمكن أن تنجح أما السؤال ما هو الأفضل لا أستطيع في الحقيقة أن أحدد ذلك يمكن أن يكون الصبر بالنسبة للزوجة هو الأفضل ولكن الصبر تترتب عليه ضريبة الصبر قد يكون من أفضل الحلول في الحياة بحسب ما عندنا من الروايات ومن النصوص القرآنية وحتى بحسب تجارب الحياة وبحسب تجارب التأريخ أفضل أفضل حل للمشاكل التي تواجه الإنسان إن كان ذلك على المستوى الأسري أو كان ذلك على المستوى الاجتماعي أو كان ذلك على المستوى السياسي أفضل حل هو صبر ولكن الصبر تترتب عليه ضريبة الصبر كلمة سهلة تقال على الألسنة الذي يصبر عليه أن يتحمل مرارة الصبر نحن عندنا قانون قانون واضح من صبر ظفر فإن لم يظفر بكل ما يريد فإنه سيظفر ببعض ما يريد وهذه القضية واضحة واضحة بحسب تجارب الحياة وبحسب التأريخ إن كان على مستوى الأفراد أو كان على مستوى الأمم والمجتمعات والدول والحكومات الصبر أفضل الحلول في كل المشاكل ولكن للصبر ضريبة هل يستطيع الإنسان الذي يريد أن يركب مركب الصبر هل يستطيع أن يتحمل مرارة الصبر إذا كان يستطيع ذلك فالصبر سيكون أجمل وأفضل إن كان في هذه الحالة أو في غيرها فلربما بعد الصبر تتغير الأمور وتتغير الأحوال هل أن هذا من الصبر الاختياري نعم هذا من الصبر الاختياري في مثل هذه الحالة التي تحدث عنها السؤال نعم هذا من الصبر الاختياري فبالنسبة للعلاقة الزوجية مثلما هناك قوانين وأحكام للرباط بين الزوج والزوجة هناك قوانين وأحكام للانفصال فأحكام الطلاق جعلت حلا لكثير من المشاكل التي تقع داخل البيوت ولا حل لها إلا طلق في بعض الحالات لا يوجد حل إلا هذا الحل الصبر هو الأجمل ولكن الذي يريد أن يركب هذا المركب عليه أن يتحمل مرارة الصبر هناك رواية جميلة جدا هذا الذي كان جالسا بالقرب من إمامنا السجاد صلوات الله وسلام عليه وكان يدعو الله أن يرزقه الصبر فالإمام قال له لماذا تدعو الله أن يرزقك الصبر لأنه إذا رزقك الصبر فلابد أن يبتليك فاطلب من الله العافية اطلب من الله أن يرزقك العافية من البلاء ترجمة نانسي قنقر